انت ممكن تعمل ايه علشان اللي بتحبه؟ هل هتحارب الكون وتغير من قوانين العالم علشانه؟ ولا ما عندكش استعداد لكده؟ وبتدى الحكاية مع المحققة أوليفيا ودي متخصصة في الأعضايا الخرقة للطبيعة واللي ملعاش تفسير زي الأعضايا اللي متعلقة بالزمن والتلاعب به وبتبلغ زميلها بيتر ان عندهم قضية جديدة ولازم يتحركوا لها فورا علشان يحلوها بس القضية ديت غريبة جدا وما شفوهاش قبل كده واللي حصل بالزبط ان كان فيه ست قاعدة مع بنتها في بيتها عادي وبعد ما بتخلص الأكل وبتقوم تخسل الموعين بتلاقي ان فجأة البيت شكله تغير والحود بقى هديم جدا ومليانه باب سود والمطبخ بالكامل كأنه محروق وبنتها اختفت من وراها ومن رعبها بسرعة بتجري على قودت بنتها وبتلاياها صغرت وبدل ما كان عندها ست سنين بقى عندها ثلاث سنين او قال لي كمان ومن الصدمة ما بتبقاش عارفة في ايه بس بتاخدها وبتجري برا البيت بسرعة وهي خايفة وبتبص على المبنى اللي بين عليه اثار الحريق وبالرغم ان ما فيش اي حريق اصلا او نار وفي لحظة بتظهر فقاعة غريبة وبيرجع البيت لطبيعته بس برضو عليه بعض اثار الحريق والبنت بترجع وهي في ايدهم مها لسنها الطبيعي ست سنين وبعد ما بيبلغوا الشرطة بالحادثة الغريبة ديه بتتحرك اوليفيا مع بيتر على مكان العمارة وهم بيفكروا في سبب حدوث الظاهرة الزمنية دي ولما بيوصلوا مع فريق التحقيق بيكتشفوا عن طريق استخدام جهاز اشعة بيكشف التغيرات الزمنية لو في حاجة غريبة في المنطقة دي ولا لأ وبيرغوا ان فعلا في حاجة غريبة حصلت والاغرب ان في اثار حريق من غير ما يحصل حريق اصلا او ظهور نار ومن خلال اقوال الشهود والتحقيق مع ستو بنته وفريق الاطفاء بيعرفوا ان العمارة حصل فيها حريق من حوالي ثلاث سنين وان البيت رجع بالزمن لوقتي الحاسة دي وظهر عليه نفس اثار الحريق وكل اللي فيه رجعوا بالزمن امه كمان وبعد دقايق رجعوا لحالتهم الطبيعية وعلشان اوليفيا وبيتر يفهموا اكتر بيروحوا لدكتور والتر وبيحكولوا اللي حصلوا بيطلبوا منه تفسير للزاهرة دي وبيقولهم يدلوا فرصة لحد ما يكتشف الزاهرة دي لانها غريبة جدا ولكنهم بيفكروا ان يمكن الزاهرة لها علاقة بالسفر عبر الزمن وبيقوا خايفين ان الحاسة دي تتكرر تاني ويقع بسببها دحايا وفي مكان تاني في المدينة بتبقى في مجموعة من الشباب سيئين عربيتهم ومعدين كان بشريط قطر قديم ومقفول من زمان وفجأة وبدون مقدمات بيظهر قدامهم قطر من العدم مع وجود اضاءة غريبة حواليه وبيعفوا هم مرعبين وخصوصا انه في خلال لحظات بيختفي قدامهم مع وجود فقاعة غريبة من الدوق وبينوح لأوليفيا وهي بيتفكر مع بيتر في اللي بيحصل في المدينة وخصوصا ان بيوصلهم في خلال الثلاث ايام اللي فاتوا بس حوالي ستين بلاغ عن حوادث زمنية مختلفة ولكن بسيطة في مدينتهم وبس وطبعا الشباب بتول عربية بيبلغوا عن الحاسة دي وبيتحرك عليها فريق التحقيق بقيادة أوليفيا ومن خلال جهاز العشعة بيكتشف بيتر نشاط غير عادي وان في حاجة زمنية غلط في المكان ده وبعد التحقيق يعرفوا ان السكة الحديد دي مقفولة من أكتر من ثلاث سنين يعني أكيد ليه علاقة باللي حصل في الشقة والحدستين مربوطين ببعض واللي اكتشفوه ان لما الفقاعة الزمنية لمست العربية حاولت جسمها ضعيف جدا بسبب الأشعة الكونية لدرجة ان أجزاء من ناية خلعت في ايد بيتر زي البسكوت وهو بيمسكها بس بقى اللي حصل لبيتر بعدها مش عادي لان هو نفسه حصلت له حاجة غريبة وفجأة بيلاقي نفسه في العربية معاهم من غير ما يعرف هو وصل هنا ازاي وعمل قفزة زمنية وكده الموضوع بقى خطر جدا بس أخطر حاجة ان الأشعة اللي اكتشفها في الحادث بالدل ان العمل كل ده هي تكنولوجيا بشرية ومش حاجة عشوائية في الكون بسبب سوق بدودي مثلا يعني في حد السبب اللي بيحصل ولازم يلاقوه فورا وبنروح بعدها نتعرف على رايموند وامراته كيت اللي شغالة على بحث مهم وهي سعيدة لانها رابط جدا من نجاح المشروع اللي شغالة عليه وفجأة بيبص رايموند في ساعته اول لما بيخلص الوقت بتتحول للشقة وشكلها بيختلف وامراته اللي قدامه بتغتفي ولكن ما بيبنش عليه اي استغراب نهائي وبنلاقي كيت احدى لوحدها في مكان تاني عند البلكونة ولما بيقرب منها ما بتبقاش عارفة هو مين لانها في الوقت ده بتكون مصابة بالزعيمر وبتكمل يوليفيا وبيتر في التحية علشان يعرفوا مين السببب اللي بيحصلوا ليه وساعتها بيجي لهم بلاغ بحدستين تانيين ومن خلال مقارنتهم على الخريطة بيكتشفوا ان المكان المتسبب في كل ده هيلقوه في حدود ثلاث اميال من مركز الحوادث وبنرجع مع رايموند اللي من الواضح انه بيحب مراته جدا وبيعشقها وبنلاقي الشغال على الابحاث والمعادلات اللي عملتهم مراته وعمل اجهزة غريبة في القبو وبنكتشف انه لما بيشغلها بيعمل فجوة وفقاعة زمنية حوالين بيته بترجع كل شيء لثلاث سنين فاتوا وبيبقى قدامه 47 ديالة بس والفجوة الزمنية اللي عملها تختفي ويرجع لزمنه الاصلي ولما بيرجع بالزمن بياخد جوية وقت مع مراته وهي بسحطها وسليمة وشغال على ابحاثها لانها في الوقت ده كانت شغالة على نظريات صنوعة قلة الزمن بس يتصابت بالزهايمر قبل ما تخلصها وهو اشتغل على ابحاثها لسنين لحد ما خلصها وعمل فعلا قلة الزمن وبيستغلها لشان يرجع يقضي وقت مع مراته وهي بسحطها ويحس بحبها ليه بس المشكلة ان برا الفقاعة الزمنية الزمن بيبقى طبيعي وبلاي ان الشرطة ببرا وبيشك انهم اكتشفوا اللي بيعملوا علشان كده بياخد كتل القبو وبيوريها كل اللي عمله وبيفهمها انه عمل آلة الزمن دي من خلال ابحاثها وشغلها ولكن مشكلتها ان الفقاعة الزمنية دي بتقعد 47 ديئة بس وعيزة يتشغل دماغها علشان الفقاعة دي تفضل على طول ولكنها بتبقى مستغربة من اللي عمله وبتغرف بينه ان البيت بتاعهم في سنة 2007 والعالم برا في سنة 2011 وبرا بيوصل محقق وبيخش من غير ما ياخد باله في الفقاعة الزمنية وبسببها بيحصلوا حس غريبة بسبب العشعة الكونية وبيغتفي قدام عينيهم وهو بيصرخ وانه بتغرف اوليفيا وبيتر ان في حاجة غلط في البيت ده بعد ما بيتسلوا بولتر بيقول لهم يرشوا مادة معينة حوالين البيت وبيظهر ليهم ساعتها الفقاعة الزمنية اللي محوطة البيت ولو حد اختلقها يختفي من الوجود وفي اللحظة دي بيكتشفوا ان كل الحادث اللي حصلت بسبب اللي بيحدث جوه البيت الغريب ده ولشان يقدروا يخشوا جوه ويكتشفوا اللي بيحصل لازم يعملوا جهاز اسمه افاس فاراضاي حاجة بتشتت الى عشعة الكونية وبتحميهم منها ولكنه مش مضمون نجاحه وكل ده ورايموند وكيت قاعدين بيتفرجوا على اللي بيحصل برة وبتبع زي يطف الجهاز ولكنه بيرفض وعايزها تعمل اللي بيقولها عليه ولكنها بتتعصب وبتقوله ان كل شغلها كان مجرد نظريات والمفروض يفضل كده وما يتطبقش على الارض الواقع لان جهاز زي ده هيكون خطر على الكون ولما بتتكلم معه بتعرف انه عمل كده علشان يتصابد بالزعيمر ومن حب وليها ما قدرش يستحمل انه يشوفها كده وفي دل شغل الوينهار على الجهاز علشان يرجع يحس بحبها ليه تاني وبرة بيبعت والتر جهازه التجريبي اللي هيقدروا يخترقوا به الفقاعة وبيلبسه بيتر ولكنه لسه تجريبي زي ما قلنا ومش معروف هيعيش ولا لا ولكنه بيصق في نفسه بيخش جوه الفقاعة وبتنجح تجريبتهم والجهاز بيشتغل وما بيحصلش حاجة لبيتر أو صرع بيجري يخش البيت وفي الوقت ده كيت بتقول لرايموند انها عرفة زي تخلي الفقاعة موجودة على طول من سنين بس ما لحقتش تكتبها في دفترها وتصابت بالزعيمر بعدها وبيخش بيتر بيهدول القبو ولكن بيهجم عليه رايموند وبيخليه يفقد الوعي وسط سريخ كيت واستغربها من اللي عمل وجوزها بس الكرسة الكبيرة اللي في المدينة ان تشغيل الجهاز عمل فجوة زمنية في نفس المدينة عند نفق تحت المية ما كانش يتعمل قبل ثلاث سنين ولو الفقاعة فضلت تكبر اكتر من كده ان نفق ده اغرق وكل اللي فيه هيموتو بعد ما يرجع بالزمن ثلاث سنين يعني كرسة من كل حتة ولما بيفوق بيتر بيلايخ ناء بين رايموند وامراتو علشان مش عجبها تصرفات جوزها وبيرفض انه يطف الجهاز وبيهدد بيتر انه لو الجهاز اطفى بطريقة غلط الحي بالكامل هي تدمر وهيختفن للوجود ولازم يتقفل بطريقة معينة او هيحصل شرخي في الزمن والمكان ولكنه بيتصب عليهم علشان يتفوه وبيقول لهم كفاية اوي كده في عميل ماد بسببهم ودلوقتي فيه المئات معرضين للغرق بسبب اختراعهم ده وكل ده محدش فيهم بيبقى عارف اللي بيحصل برا بس كد بتفهم اسباب الحوادث دي وعواقب اللي عملوه بس علشان هي بتحب جوزها جدا بتوافق على اطفاء الجهاز بشرط واحد ان جوزها يبقى بامان ومحدش يعمل له حاجة ولا يتحبس لانه اصلا ما كانش يعرف عواقب اللي بيعملوه وبسبب الوقت الولاي اللي بيجري بيتر وبيتكلم مع اوليفيا على شرطهم وفي نفس الوقت بياخد راي مند وقته في توديع ميراتو لانه ممكن ما يقدرش يشوفها تاني بحالتها الصحية دي وبيتركع تكمل بحثها وتقوله ازاي يخلي الفقاعة الزمنية موجودة على طول وبيوعدها انه هيخدها لمكان ما فيهوش اي حد نهائي ويعيش هناك علشان ما فيش اي حد يتأذى بسببهم وهيامل الجهاز من جديد بعد ما الشرطة يخدوه وخلاص الوضع في النفق بقى صعب جدا والناس بتجري وهم خايفين من الموت ومش عارفين يهربوا وبسرعة بيوصل بيثر وبيقول لهم يطفوا الجهاز وهو هيدمن لهم انه مش هيتحاكموا عنده حصانة وفي خلال لحظات بييفي الرايموند الجهاز ومعاه بتختفي الفقاعة من البيت امراته كمان وبيرجع كل شي لطبيعته وفي سانية الفقاعة اللي في النفق بتختفي هي كمان والناس بتبقى في امان وطبعا الشرطة بتاخد كل ابحثهم والاجهزة ويهد رايموند مع مراته اللي مصابة بالزعيمار دلوقتي وبيقول لها انه هيروح مع الشرطة يسألوه شوية اسئلة وهيسيب لها ممرضة تقتني بيها بس المفجع انه لما بيفتح الدفتر بتاعها بيلاقيها شطبت على كل ابحثها وشغلها علشان تضمن انه ما يعملش الجهاز ده وبيتسيب له رسالة ان كل اللي هي عايزان منه انه يحبها بوضعها الحالي ويعيش حياته وبيدرك ساعتها انه خلاص هيفضل معها ويرعاها كده وبيرضخ للامر الواقع وفي الاخر بتفرح اوليفيا بنهاية الحدسة دي ونجاحهم في انقاذ الناس وحل القضية بدون خسائر كبيرة بتنساش اللايك ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس لشان يوصل لك فيديوهاتنا اول باول بشوفكم على خير ومع السلامة